ينضم إلينا في الستوديو الدكتور سفيان أبو زيدة الوزير الفلسطيني السابق أهلا بك دوما معنا عبر الشاشة الغد دكتور سفيان بداية ما علاقة وزير الخارجية إسرائيل كاتس بمخيم جينين أم نحن اليوم أمام منافسة حول من الأكثر تطرفا في إسرائيل أو من الأكثر سفالة يعني ليس فقط تطرفا لأنه يعني مستوى الوقاحة لدى الوزراء الإسرائيليين الذين يقولون ما يشاءون دون حسيب ودون رقيب يعني في اللونة الأخيرة لم يقتصر فقط على سموتريتش وبنكبير ولكن تصريح وزير الخارجية الذي هو من المفترض أن يمثل الوجه بين قسين المشرق للدولة هو يتحدث تماما كما يتحدث بنكبير ويتحدث سموتريتش دكتور سفيان هل يقولون ما يشاءون أم يقولون ما لا يستطيع نتنياهو قوله بل هو المخطط لا لا نتنياهو من حيث التطرف سواء كان فيما يتعلق بالاستيطار أو من حيث عدائه للفلسطينيين هذا ليس موضوع نقاش الفرق من نتنياهو ويترك لهم المجال وهو يختفي خلف السطار لكن ليس هناك جدل حتى مستوى التطرف هو ليس واحد بين المسؤولين الإسرائيليين وبالمناسبة ربما ننتبه إلى سموتريتش وبنكبير أكثر واليوم انضم عليهم كاتس فيما يتعلق بمخيم جنين وإزالته عن الوجود ولكن هناك أيضا وزراء شاركوا في اقتحام سجن سديتايمان الذي يقتصب فيه وعذب فيه شاب فلسطيني ومنع الشرطة العسكرية من اعتقالهم أو التحقيق في الموضوع وهؤلاء وزراء وعضاء كنيست بمعنى التطرف لم يعد في إسرائيل حالة شادة هو الحالة العامة الحالة الشادة أن تسمعي كلامه وقال طيب المخطط الإسرائيلي المتعلق بالضفة واضح ويقال بالعلن ما الذي يؤخر دكتور سفيان اشتعال الضفة برأيكم؟ هذا السؤال من الصعب الإجابة عليه لأن الإجابة عليه مركبة وليست وليدة بعد السابع من أكتوبر هي وليدة إجراءات إسرائيلية اتخذت منذ الانتفاضة الأولى عام 2000 وما تعرضت له الضفة خلال الثلاث سنوات التالية 2000 حتى 2003 وربما 2004 باختصار شديد استطاعت إسرائيل أن تقسم الضفة إلى جزر صغيرة كل جزيرة عمليا تستطيع في خلال دقائق أن تعزلها عن باقي الجزر الأخرى في الضفة الغربية في كل قرية تقريبا لديها بوابة يتحكم فيها الإسرائيلي كل قرية ليس كل مدينة ليس كل محافظة كل قرية تعتبر سجن صغير السجان الجند الإسرائيلي يستطيع أن يفتحه متى يشاء ويغلقه متى يشاء إضافة إلى الحواجز التي تفصل محافظات ضفة عن بعضها البعض ولكن حتى في داخل المحافظة نابلس على سبيل المثال هناك المدينة وهناك المخيمات وهناك القرى كل قرية وكل مخيم في المدينة يستطيعون في المحافظة يستطيع أن يكون منفصلا عن باقي المناطق وبالتالي إسرائيل عملت شغل كبير في الضفة الغربية المناطق الوحيدة التي لم تستطع إسرائيل السيطرة عليها هي تقريبا شمال الضفة الغربية شمال الضفة الغربية جنين نابلس طول قرم وهذه المناطق رأينا أن هناك فقدان للسيطرة الإسرائيلية التي تحاول استردادها أما باقي المناطق في الغالب هي لا تجد مشكلة في السيطرة على الوضع لماذا لم تحدث حتى الآن بعد كل هذا الدم وبعد كل هذا القن ومنع دخول العمال وهناك والموظفين للسلطة عمليا لا يحصلون إلا على 50% 60% من رواتبهم والوضع الاقتصادي جدا صعب والأهم من كل ذلك إجراءات المستوطنين يعني المستوطنون ليس فقط يتقوقعون في أماكنهم المستوطنون هم الذين يهاجمون هم الذين يهاجمون الفلسطينيين في قراءهم وفي مزارحهم وفي حقولهم لكل فعل رد فعل دكتور سفيان ورأينا اليوم عملية إطلاق النار برأيكم إلى أين يتجه هذا المشهد وماذا عن التخوف اليوم لدى المستوطنين كذلك أي لحظة ممكن في خلال يوم حتى هذه تقديرات الإسرائيليين بالمناسبة ليست فقط تقديرات لها تقديرات الإسرائيليين تقول أن في أي لحظة ممكن أن ينفجر الوضع في الضفة الغربية الشباك الإسرائيلي أكثر من مرة في تقاريره قدم تقارير رئيس الوزراء وقدم تقارير الحكومة يقول لهم أن إجراءات المستوطنين التي تجري فيها الضفة الغربية هي تدفع إلى انفلات الوضع هل تفتح إسرائيل جبهتين؟ أم أنه في حال اشتعلت الضفة الغربية إذا كان الأمر يتعلق بسموت ريش وبن كفير ليس فقط يفتحون جبهتين ربما يعلوننا الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الحد ليس فقط يعلان الحرب على لبنان وعلى الضفة الغربية والاستمرار الحرب في غزة لا لا ومستعدين أن يعلون الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية ولأنهم باختصار شديد هم يتصرفون بعدم مسؤولية حتى تجاه مواقعهم وحتى تجاه شعبهم طيب ماذا عن المفاوضات اليوم دكتور سفيان؟ يعني المفاوضات مرتقبة في الخمس عشر من الشهر ولكن في إسرائيل الصحف الإسرائيلية حتى تصريحات اليمين المتطرف تشير أنه ليس هناك من أمل بالتوصل لأي صفقة يعني هو الأمل موجود لا نستطيع أن نقول ليس هناك أمل في التوصل إلى صفقة لأن عوامل النجاح موجودة وعوامل الفشل أيضا موجودة قبل قليل كان هناك تقريرا للمراسلة السياسية للقناة 13 وتحدثت عن الصعوبات والاحتمالات وفي التوصل إلى صفقة أو عدم التوصل إلى صفقة وتحدثت أن ممثل الجيش نيتسانالون عمليا موقفه واضح جدا يجب أن نفعل كل شيء من عجل التوصل إلى صفقة هذه هي الفرصة الأخيرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من الأسرة والمحتجزين الأحياء رئيس الشباك هو قريب إلى موقف نيتسانالون أعتقد أن نتنياهو هو وحيدا في هذا الأمر هو الوحيد الذي لا يريد أن يتم التوصل إلى صفقة ويضع العقبات السؤال هو أن هل الضغط الأمريكي المتواصل وهل القطار الذي سيأتي من الولايات المتحدة الأمريكية حاملا مسؤولين محملا بمسؤولين أمريكيين وعلى رأسهم بلينكين هل الضغط الذي سيمارسونه على نتنياهو هل سيكفي إلى التوصل إلى صفقة على حماس ليس هناك مجال للضغط أكثر مما ضغط عليها وليس هناك مجال للتنازل أكثر مما تنازلت عنه الوسطاء الإخوة المصريين والإخوة القطريين يدركون ذلك تماما وبالتالي لا يستطيعون أن يأتوا لحماس ليقولوا لهم وافقوا على صفقة الجيش الإسرائيلي خلالها سيبقى في محور صلاح الدين في لدلفي هذا أمر غير مقبول وحتى الأمن المصري القومي لا يسمع بأن يدفع بأن يوافق على أن يبقى الجيش الإسرائيلي على محور صلاح الدين في لدلفي لا يستطيعون أن يقولوا لحماس وافقوا على صفقة يكون عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال بشكل تتحكم في إسرائيل من حيث الأعداد ومن حيث الإجراءات والتفتيش والإذلال والاعتقال إلى آخر لا يستطيعون وبالتالي هل هذا هو السؤال هل الوفد الإسرائيلي الذي سيأتي يوم الخميس أعتقد أنه سيسافر يوم الخميس الوفد الإسرائيلي هكذا تقرر لا يستطيع نهتنيه أن لا يرسل هذا الوفد ربما يرسله مع قيود مع عقبات مع شروط ولكن لا يستطيع أن يرسله هل الوفد سيأتي بتعليمات جديدة تعبر عن مرونة أم أن الوفد سيأتي بنفس التعليمات التي ذهب فيها رئيس الموساد إلى روما إذا كان الأمر كذلك هو سيذهب بنفس التعليمات التي ذهب فيها رئيس الموساد إلى روما أعتقد أنه ليس هناك فرصة للتوصل إلى السفر برأيكم هل يكون الرد الإيراني المرتقب قبل هذا الاجتماع؟ تمام هذا سؤال مهم جدا كاترين السؤال هو الذي يسبقه هل إيران مصلحتها وحزب الله مصلحتهم؟ أن يتم التوصل إلى صفقة تؤدي إلى وقف الحرب ووقف الأدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة أعتقد أن مصلحتهم نعم وهو خاص مصلحت حزب الله أكثر لأن حزب الله على مدار 10 شهور 11 شهر هناك حرب استنزاف يخوضها أو ما يحب أن يسميها جبهة إسناد إلى غزة وهي جبهة إسناد فاعلة جدا بالمناسبة بالنتيجة هي جبهة إسناد فاعلة لأنها تحد من تحركات الجيش الإسرائيلي وجزء كبير من قواته موجودة في مستنفرة في الشمال الجواب أن يريدون مصلحتهم وبالتالي الاستنتاج هو أنه إذا كان هناك رد من حزب الله ومن إيران الرد سيكون قريبا بعيدا عن يوم الخميس بمعنى لا يجوز أن يكون الرد يوم الأربعة مثلا أو يوم الخميس حينها سيقول نتنياهو رأيتم يعني لا نستطيع أن نذهب وأمامنا حرب ومواجهة وبالتالي الذي سيتحمل مسؤولية فشل هذه المفاوضات ليس نتنياهو المفروض أن نتنياهو يجب أن يحشر في الزاوية وبالتالي الرد إما أن يكون بعد هذه الجولة وخاصة إذا كان هناك التقدير أنها ستفشل وبالتالي لو كان هناك رد لن يؤثر على شيء لأن الصفة أو المفاوضات فشلت أو أن يكون كما تتوقع إسرائيل يعني خلال اليومين القريبين برأيكم هل محاولات احتواء الرد الإيراني من قبل الولايات المتحدة تنعكس كذلك على الرد المرتقب من حزب الله لأنه يعني حزب الله يقول أنه لن يتأثر يعني هو إن لم تكن هناك مفاجآت أصبح يعني هناك تقدير واضح لكيفية الرد سواء كان الرد الإيراني أو رد حزب الله الرد الإيراني سيكون ربما يعني محدود جدا وهو رد لاسترداد الكرامة ليس أكثر ماذا عن حزب الله؟ رد حزب الله يجب أن يكون موجة بمعنى لا يجوز أن يرد حزب الله ردا أفضل أن لا يرد وبالتالي التقدير في إسرائيل أن حزب الله سيرد وسيرد رد موجة ولكن ليس ضد منشآت مدنية ضد إما منشآت عسكرية وأما منشآت اقتصادية محددة لأن المس بمنشآت مدنية أو إصابة مدنية بعدات كبيرة هذا معناه حرب مفتوحة ولا أعتقد أن حزب الله يريد حرب مفتوحة شكرا جزيلا لك دكتور طفيان أبو زيدة الوزير الفلسطيني